أنا بصراحة مبسوط وسعيد جداً لأن كابتن محمود عبد الحاية في بداية مشواري في النادي اللي احنا طلعنا لأنهم في الفريق الأول كنا متفرج عليهم أحياناً كنا بخلص التمرين وبعدين نبص عليهم كده من الحديد اللي هو موجود في النادي الأهلي لعيبة كبيرة موجودة قدامنا كان دكتور سمير حسن الكابتن حسن حمد الكابتن هاني مصطفى الكابتن زيزو النجوم كل عالي الحلو وإحمد ماهر كل يعني كل احنا كنا بدأنا نطلع معاهم وإحنا موجودين بنتمرن كنا بنتمرن قبليكم وبدأنا نشوف النجوم الكبيرة ديت بنا نقول ايه بقى احنا فيهم الآن هنبقى زي النجوم ديت أخبارك يا بشوانت الحمد لله بس انت بسم الله ما شاء الله تاتشهوده هو انت محافظ على الوزن غير عادي اه انا وزني ما زادش عن ايام ما كنت بلعب يمكن كيلو ونص او اتنين كيلو ونص بس لا فيه الناس زادت بالتلاتين كيلو ايوة بشوفهم اه وبتحفظ في الاكل اه انا باكل الاكل الصحي زي ايه الاكل الصحي يعني اه بمناسبة ان انا من يعني دومياطي وبروح راس المر كتير سمك وجنباري فصمت الاسماك والحاجات دي السيفود مش بيزود الوزن بس بيحزز السحة يعني بتفهم في السمك كويس بقى اة طبعا ليك في البلطي وباستعد الله boom ايوة 贝 ف كمان الجو بتاع راس المر فيه يود اا من البحر فاليود دا بيعالج الغددة الدراقية بيخليها يعني very fit اه فبتزبط كل حاجة عشان كده أنا بنصحك يعني إنك لو عايز تزبط نفسك تعال راس البطر ما أنا هروح هاكل أكل أكلتين وهارجع تاني بقى للعكل اللي إحنا بنعقوا هنا ده على كل حال إحنا مبسطين أنت موجود معنا لكن أنا عاوز أبدأ معك مشوارك في بداية كورة القدم أنت بداية كورة القدم الشارع زي بقى بقى كل الناس اللي عمد كورة شراب في الشارع أو كورة الكويتش أو كورة كبيرة شوية أو في ساحة وطبعا يعني 90% من اللعيبة بتبدأ كده زملة في الشارع كورة صفينج كنت ساكن فيين؟ أنا ساكن في الهرم كان ليك فرقة؟ كان ليه فرقة آه فرقة الشارع يعني كنا بنلعب سوى وبنعمل منتظمين وبعدين فريق المدرسة الابتدائي وبعدين الإعدادي والسنوي في السنوي بدأت أبص الأندية رحت نادي الطيران لعبت تحت 16 سنة وبعدين تحت 18 وتصعط كان سني كم سنة؟ كان سني 18 سنة لما تصعط الفريق تحت 21 كان الدوري واقف وبعدين تصعط الفريق الأول فريق الأول كان فريق جامد جداً جداً هشام عزمي وعبدو أحمد ماهر وعبدو نصحي وكان رفاعي بيلعب معاه في الفريق الأول ده سنة كم ده يا كابت ده الكلام ده سنة 69 كان الدوري واقف كان الكورة واقفة هي كورة وقفت علي شان ناكسة אهнее 67 فا Però ما قعدتش كتير في الفريق الأول في نادي الطيران لأن المدرب بتاعي بتاع الناشئين اتنقل نادي الزمالك اللي هو اللي هو الله يرحمه محمد عثمان الطير آه كابت محمد عثمان طيب هنا قبل بس ما أبدأ أخش في الحوار كده وكلام لكل انت كنت لما بنقول مهانس ميكانيكي وشاطر قوي وبتحن في غليتك وانت صغير كنت بتفكر في ايه هل كنت شاطر في الدراسة هل اللي كان فيه القسرة بتساعدك انك تلعب كرة في الشارع وترجع تاني ولا كانوا بيدايقوك يقولك لا ما تنزلش تلعب في الشارع خلص مذاكرتك وانجح وبعد كده بقى فكر في الكرة والله انا يعني احب اذكر اول حاجة انا ابن المرحوم الدكتور محمد عبد الحي وده توفى وانا صغير خالص يعني كل عيلة والدي ده كترة فانا كان في ذهني ان انا اخش كلية الطب وكنت متفوق من اوائل المدرسة شاطر بتضحف المذاكرة شاطر شاطر ولا فاهم بتفهم بسرعة شاطر وفاهم لان المهنة اللي انا انتهنتها اللي هي الهندسة مش عايزة حفظ عايزة فاهم عايزة تقدير كويس فخلصت سنوية عامة ودخلت هندسة في معهد العالي التكنولوجيا لا وانت صغير وكانو بالأسرة كان بتقولك بلاش تنزل تلعب كرة كتير اه زي اي ام اي ام اه بتحافظ على ولادها وعاوز ولادها حسنا وبتحافظ على الشوز عشان بنشوت طوب واحنا ماشيين والنهاية بتاعت الدقوم ايوا اظن انت انا عندي حتة ورمق دي كده مرت بيها طبعا اه هو لعيب الكرة كده نعم يعني اي حاجة مدورة بيشط فلما يعني بديت اكبر بقى ودخلت الهندسة فأصبحت انا مسؤول عن نفسي طيب قبل ما تخش الهندسة كنت بتلعب في الشارع اه طبعا من اللي شافك في الشارع اكتشفك وقال لك تعالى العب في نادي الطيران مش في الشارع زميل لي فرس البر مهندس عبدالوهاب عبدالكافي شافني وقال لي تعالى معايا هو كانت سني يعني نعم كان سبقني بسنة في هندسة فروحت المهم يعني شافني المدرب محمد عثمان الطيب وبقيت اساسي في الفرقة على طول كنت بالعب كان انصايد يمين وكان عبدالوهاب انصايد شمال كان زمان اربعة اتنين اربعة اربعة اتنين اربعة وانجين وانصايدين صراح يعني بعد كده بقى فيه راس حربة واحد اه لما الطريع اللي هو السترايكرز بقى اه اه لعبت في نادي الطيران موسمين في الناشئين واتفرقت على لعيبة كبار اوي في الفريق الاول اتفرقت على عبدالنصحي وارفاعي واتفرقت على اه الدزوي يا سلام انا اتفرقت على الدزوي وهو بيحط الكورة سبع تمن مرات في حتة واحدة ويشاور لجون على المكان فالحمد لله يعني انا كنت محظوظ نعم اه لاني نشأتي كانت وسط نجوم مصر طبعا طبعا والدوري متوقف يعني مفيش دوري فاتصعط الفريق الاول في نادي الطيران في نادي الطيران وساعتها مدربي الله يرحمه محمد عثمان راح نادي الزمالك هو كان زمالكاوي اوي وكان اصمر اضرب الناشئين ايما نعرفه طبعا راح نادي الزمالك يعني كان ماسك فرقة ناشئين ناشئين ولقيته بي يعني كزا مرة يقول لي تعالى لنادي الزمالك اه وانت اصلا انت انا اهلاوي ويقولك اهلاوي اهلاوي لان انا نشأت في وسط الاهلاوي نعم فنجيلي وسامير زاهر وميمي الشربيني وعدل هيكل كل الناس دي ف بديت اهرب منه ما عرفتش خدني نادي الزمالك دخلت اه دخلت اول ما دخلت على كابتن حلمي زمورة المحترم رحمة الله عليه العظيم رحمة الله عليه ربنا يرحمه دخلت وكان بقى ايامها علي خليل فاروق جعفر اه طه بصري طه بصري كان جهري الصغير الجهري الكبير سنة سنة كان بقى لم رحنا زمالك كلام ده كان سنة تسعة وستين تسعة وستين اخر تسعة وستين اه كان حسن الشيحاتها موجود ولا كان في الكويت لا كان لسه مجاش كان في الكويت اه كان فاروق السيد كان بتم فاروق السيد رحمة الله عليه اه اعدت اتمرن ست شهور وكان كلها متشات متشات ودية يعني سنة عرفت ان انت بقى ما بدأت الكابتن محمود اه بدأت في الوينج رايت اه انا كنت بلعب ايه ما بدأك الوينج رايت اه انا سبت بولك بعد كده اه لا الحمد لله يعني اه برضو اه مسألة ألعاب القوة كانت مساعداني وهقولك على بعض الحاجات الهالي الكابتن صالح سليم الله يرحمه وكان لي اه اثر علي جدا ان انا احسن من مستوية ده في نادي الآله اه اما ارجعت بقى لا ان 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 انت لما دخلت نادي الزمالك اه لعبت ومشت في نادي الزمالك انا بقولك اما عدت قريط السيرة الزيتية بتاعتها ده الراجل ده ازاي يجي لعب في نادي الآله انت لعبت في نادي الزمالك بتلعب مباريات وسجلت هدف وكان بكتبها في الجرائط بقى سامي غيرك انت ايوة كان اه يعني اجيب جول الاقي تاني يوم وسجل الاهداف فاروق السيد علي خليل مش عارف ليه ليه كان باملو كده ما انا دخلت بقى وعنايا انا في الشارع بقولهم انا بالعب في نادي الزمالك مش مصدقين اه وجبت جون مبارح مش مصدقين فدخلت الكابتن حلمي زمورة اه وانا عنايا مغرغرة شكرا